ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسعى للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لمنع تكسيد الدولة الفلسطينية على الأراضي أوضحت الخارجية الفلسطينية أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريبي المعلن وغير المعلن للدفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان من شأنه تخريب أي جهود إقليمية ودولية مذولة لإحياء عمليات السلام والمفاوضات وأدانت الخارجية الفلسطينية لانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الدفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تشهد تصعيدا ملحوظا